اكد صاحب سمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء على اهمية الدور الفاعل للصحافة البحرينية في ابراز منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وطرحها الموضوعي في التعامل مع الشأن المحلي بما فيه خير وصالح الوطني والمواطن ولدى لقاء سمو حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مجلس ادارة جمعية الصحفيين البحرينية الجديد برئاسة السيدة عهدية احمد في قصر الرفاع اليوم هنأ سموه المجلس بفوزه بانتخابات الجمعية متمنيا له التوفيق والنجاح في مواصلة رفض الصحافة البحرينية بما يكرس دورها الهام في خدمة الوطن والمواطن ودعم المكتسبات الوطنية على مختلف المستويات واشاد سموه بمشاركة المرأة البحرينية وتفاعلها الكبير في قطاع الصحافة والإعلام وهو ما يعكس تنامي دور المرأة البحرينية في مسيرة النماء والتطوير وتقدمها في مختلف مجالات العمل الوطني واشار سموه الى ضرورة التمسك بقيم المصداقية والموضوعية والمهنية للقيام بالدور المطلوب لكافة وسائل الإعلام على أكمل وجه في أجواء من الحرية المسؤولة والتعبير عن الرأي بصدق وشفافية كما نواسمه بالتطور النوعي الحديث للوسائل والتقنيات في مجال الإعلام وضرورة توظيف دورها في إصال وتأثير الرسالة الإعلامية من جانبها عربة السيدة عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عن شكرها وتقديرها لما أبدأ سموه من دعم لدور الصحافة البحرينية خلال اللقاء مؤكدة أن الجمعية ستواصل القيام بدورها لتعزيز مخرجات العمل الصحفي في مملكة البحرين ترجمة نورس وقت discوفة اشتركوا في القناة